السلام عليكم سأتحدث في هذه الحلقة عن حل الدولتين وإمكانية قيام دولة فلسطينية وهل هي حقيقة أم مجرد مؤامرة بداية الحديث عن دولة فلسطينية كان على يد جورج بوش الإبن نفسه لكان من أشهر الرؤساء الكراهية للعرب والمسلمين بشكل واضح وصريح مع ذلك هو أول رئيس أمريكي يتحدث بشكل صريح عن إمكانية قيام دولة فلسطينية قبلها قبل ما تحدث إيش اللي صار في إيام بوش منذ 1919 يعني حتى قبل قيام دولة إسرائيلية كما تسمى بين قوسين كانت هناك لجنة أمريكية اسمها كين كراين زارت الأراضي اللي كانت تابعة أصلا للدولة العثمانية في تلك الوقت يعني حتى قبل انهيار الدولة العثمانية واللي كانت في آخر أيامها فمن تلك الفترة هذه اللجنة قالت إنه الشعب الفلسطيني لهو حق في تقرير مصير وبصراحة معلومة غريبة قالوا أن الفلسطينيين أو السكان غير اليهود في فلسطين يشكلون تسعة أعشار السكان كلهم يرفضون البرنامج الصهيوني طبعا أكد الإحصائية خاطئة تسعة أعشار يعني في تلك الفترة حتى قبل الهجرات الكبيرة وحتى يعني قبل الانتداب الانتداب البيطاني كان بعد انتهاء الدولة العثمانية لكن لنفترض أنه المعلومة الصحيحة هنا فمن تلك الأيام كان بيتحدث الأمريكيون على حق تقرير المصير لكن الفكرة أنه لو كانت هناك أقلية فهذه تشبه ما يسمى بالأمريكيين الأصليين اللي هما ما نسميهم نحن الهند الحمر أو Native American, Aboriginal, Indigenous السكان الأصلي أمريكا بعد ما أبيدوا واللي بعض التقديرات تقول أنه كانوا يعني عددهم في الأمريكتين يوازي عدد السكان في أوروبا كله أبيد تسعين بالمئة منهم فبعد ما أبيدوا يعني خلاص بما أن الباقي هم مجرد أقلية فيعني أكثر شيء ممكن نفكر فيه أنه نعطيهم شعارات حق تقرير المصير لكن ليس بتشكيل دولة مستقلة مع أنه عضوهم الآن في أمريكا وفي كندا حكم ذاتي لا يمكن أن يوازي أي شيء له علاقة بدولة فكل السكان الأصلي في أمريكا وكندا هم مواطنون كل واحد منهم يحمل جنسية أمريكا أو جنسية كندا فبنفس المعنى هم يفكرون فحد حديثهم عن حق تقرير المصير ليس بالمعنى الذي نتحدث عنه نحن وليس بتشكيل دولة مستقلة حتى لو رفعوا هذه الشعارات في عام 46 هي نهاية الحرب العالمية الثانية وانتهاء مرحلات الانتداب بريطاني هنا خلاص معت في دولة عثمانية كمان هناك أيضا لجنة زارت فلسطين وتحدثت عن عدم تقسيم فلسطين إلى دولتين بل تبقى دولة واحدة ولكن يعيش فيها الجميع في ظل نظام ديمقراطي طبعا همونما يتحدث عن نظام ديمقراطي والكل له حق بأخذ جنسية هذه الدولة الواحدة فالغالبية ستكون لليهود طبعا وحتى لو كنا نتحدث عن ديمقراطية وما في حرب ولا مقاومة فما يحلم أي رئيس عربي أو أي مواطن عربي أن يصل للرئاسة أو حتى إلى أي مسؤولية على كل حال هم كانوا شغلين بموجة الهجرة وبمحاولة تعديل الوضع الديمغرافي في أرض الاحتلال في عام 47 كان قرار التقسيم للأمم المتحدة خلاص صار هناك قرار دولي بأن العالم كله باستثناء الدول العربية موافقة على تقسيم هذه المنطقة إلى منطقتين والمنطقة الخاصة باليهود ستتحول إلى دولة لذلك في عام 48 أعلن العالم أنه موافق على قيام دولة إسرائيل كوطن قومي لليهود في عام 61 الرئيس الأمريكي جون كينيدي أرسل رسالة لجمال عبد الناصر أنه موافق على حل مسألة اللاجئين على أساس إعادتهم إلى ديارهم يعني حق العودة ولكن كلام دبلوماسي كثير على إيجاد حل سلمي وعادل المشكلة الفلسطينية لكن ما في حديث عن دولة للفلسطينيين هو عبارة عن شراء وقت يعني بإصدار بيانات وإلى آخره ثم أيضا في عهد الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور وليعتبره من أهم رؤساء أمريكا ولحد الآن ويعتبر شخصيا محترمة جدا في التاريخ الأمريكي أصر على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في سيناء وقطاع غزة أثناء المشاركة في الأدوان الثلاثي وتحقق الانسحاب كما نعرف في عام 57 طيب بعدها في أيام جورج بوش الأب أوقف إجراءات تقديم القروض المطلوبة إلى إسرائيل في عام 91 حتى يتوقف بناء المستعمرات في الأراضي المحتلة منذ عام 67 هذه مقدمة للتطورات يعني لا نقول هناك توافق إسرائيل أمريكي دائم كما رأينا هناك أحيانا تختلف المواقف السياسية بين أمريكا وإسرائيل لكن على المدى البعيد طبعا دائما هناك توافق كبير ولما يكون هناك ضغط أو محاولة ضغط أمريكي باتجاه تغيير رأي إسرائيل في موضوع المستوطنات لا يتغير شيء إسرائيل هي التي قادرة على تغيير حتى الرؤساء أنفسهم لا أحد يدخل البيت الأبيض إلا بعد ما يقدم تقوس الولاء للجنة آيباك اللي هو أكبر لوبي في كل أمريكا المهم هذا يوصلنا الآن إلى الرئيس جورج بوش الأبن المفارقة هي أنه كما نعرف أحداث إداعش سبتمبر في 2001 اللي غيرت العالم في إداعش 9 يعني تخيلوا القرار اللي أصدروا بوش الأبن في 12 تقريبا بعد 20 يوم فقط من هذه الأحداث للعالم كله الآن يتهيأ للحرب التي سيشنها جورج بوش الأبن على أفغانستان ثم على العراق وحرب الإرهاب طويلة المدى واللي صار فيها العدو الأول أمريكا هو الإرهاب الإسلامي ما عاد كما كان سابقا لا الصين ولا روسيا ولا الاتحاد السوفيتي ولا آخره فالمفارق أنه في هذا التوقيت بعد 20 يوم من هذه الهجمات والعالم كله مهيئ لهذه الحرب طويلة المدى في هذه الفترة تحديدا يعلن جورج بوش الأبن أنه يتقبل فكرة دولة فلسطينية أول رئيس أمريكي يتحدث عن حل الدولتين طبعا هذا القرار يعني لن يمر بسهولة لأنه صحيح أنه أوروبا أيدته لتحاد الأوروبي كله أعلى الموافقة على هذا القرار وأيضا الصين وروسيا قالوا نعم موافقين لكن أريال شارون السفاح المعروف اللي كان رئيس وزراء إسرائي في تلك الفترة قال أنه هذا القرار وهو كلام صديقه جورج بوش الأبن هو محاولة لترضية العرب وشبه بوش برئيس وزراء بريطانيا في عام 38 تشمبرلين لما قدم تنازلات إلى هتلر في أراضي تشيكوسلوفاكيا لترضيته وأيضا قام شارون بعدة إجراءات أيضا حتى يعرقل أي تنفيذ عملي لفكرة تأسيس دولة فلسطين فمرة أخرى أنا أقول يعني أحيانا تكون هناك مفارقات أو اختلافات في المواقف لكن أنا أرى أنه توقيت هذا الموضوع الإعلان هذا اللي أعلنوا جورج بوش الأبن قد يكون جزء من الخطة طويلة الأمد لرؤيتهم للشرق الأوسط الجديد كما كانوا يتحدثون وخطة القرن أيضا هناك كلام كثير على أنه أصلا ما حدث في 11 سبتمبر هو مؤامرة وأنه هناك خطة للقرن الجديد أعدها ديكتشيني وكل إدارة جورج بوش الأبن اليمينية المتطرفة ومن بنودها كانت أنه يقوموا بحرب ضد الإرهاب فكان لابد من حدث كبير مثل إدار سبتمبر حتى يغيروا المنطقة وكانت هناك خطة أيضا لتغيير الحكم في عشر دول في المنطقة منها إيران وليبيا وسوريا وغيرها لكن بدأوا في أفغانستان ونجحوا يعني نجحوا جزئيا على أقل في تلك الفترة ولأنه لاحقا فشلوا طبعا ثم أيضا العراق نجحوا بسرعة في إسقاط صدام حسين لكن تورطوا في حرب طويلة الأمد فلما وجدوا الخطة ليست بهذه السهولة فتوقفت أو توقف مسلسل إسقاط الأنظمة لكن الفكرة كانت تغيير المنطقة كلها وإنشاء دولة فلسطينية في إعادة رسم الخريطة كله بشكل عام لمنجيلي أو أكبر مني بتذكرون ومن تلك الفترة ظهرت خرائط جديدة للمنطقة حتى السعودية ستقسم إلى ثلاثة دول وتقسيم سيكون أيضا طائفي والشيعة سيكون لهم وضع مختلف تماما يعني مع أنهم الآن يحكمون أو يسيطرون على دول أخرى لكن ربما كانوا سيسيطرون حتى على مناطق من السعودية وغيرها تقسمت فكانت هناك خطة ضخمة وجزء من هذه الخطة تأسيس دولة فلسطين لكن ستكون دولة صغيرة تقريبا على نفس حدود أوسلو لكن كان في مستوطنات حتى في غزة إذا تذكرون وشارون بالفعل فككها وأزالها وكانت اللي هي الفكرة أن غزة تعزل يعني وتتحول إلى سجن كبير حصوصا بعد ما سيطرت المقاومة عليها وهذا كان بالانتخابات كان المفروض أن حكومة المقاومة هي التي ستحكم حتى الضفة لكن يعني السلطة نفسها لم تقبل بذلك على أي حال هذا هو الوضع الذي كان في تلك الفترة لكن هي فعلا يعني مفارقة كبيرة أن جورج بوش الإبن تحديدا وليس أوباما مثلا ولا كلينتون ولا الديمقراطيين هم الذين أقروا أو هو الذي أقر فكرة حل الدولتين الآن ما الذي حدث بعد ذلك؟ كما قلنا هذا الإعلان كان في شهر عشرة يعني أواخر عام 2001 في 2002 بعد أشهر فقط الملك السعودي الملك عبد الله سعود أعلن عن مبادرة السلام السعودية وهو موافق على أن يقيم تطبيع كامل وشامل مع إسرائيل والاعتراف بدولة إسرائيل ولا الحق بالوجود وتفتح سفارة لإسرائيل في الرياض مقابل السلام ينتهي وضعية الحرب يعني بين السعودية إذا كان في حرب أصلا وبين دولة الكيان لكن مقابل إيش؟ مقابل إنسحاب إلى حدود عام 67 وتسليم يعني الجولان وأيضا الأجزاء المحتلة كانت أنا ذاك من جنوب لبنان والموافقة على قيام دولة فلسطينية يعني حل الدولتين طبعا هناك تنازل كبير لما دولة كبيرة بحجم السعودية التي تعتبر قائدة العالم الإسلامي وفيها الحرمين وتوافق على أن إسرائيل لها حق الوجود ولما يكون فيه تطبيع فهناك سلسلة من القرارات ستحدث ليس فقط تبادل السفارات سيتغير أشياء كثيرة لن تسمى دولة أصلا محتلة وحتى مناهج التعليم لن تعتبر أن هؤلاء اليهود أعدائنا وكل ما كان من دعاء ضدهم وكل هذا كله سيتغير هم دولة لها حق الوجود في هذا المكان فهذا التغيير طبعا كبير ومع ذلك طبعا لم تقبل إسرائيل لأن هذا يعني ليس فقط التنازل عن الجولان وبعض الأراضي محتلة هذا يعني أنه ستقبل إسرائيل بحدودها على هذه الأرض وما في خطة التوسع وأيضا وهذه نقطة مهمة أن دولة فلسطين ستكون عاصمتها القدس الشرقية واللي جزء منها هو الأقصى فهنا لو كنا نتحدث عن دولة إسرائيلية فقط كوطن قوم لليهود حتى يعيشوا بسلام كما هو مبررهم المعلن حتى ما يبيدهم المتطرفون النازيون في أوروبا كما حدث وكما حدث في أكثر مرة في التاريخ وفقط يعني نحن نريد أن يكون لهم مكان آمن يعيش فيه ما هو أرض أجدادهم كما يقولون لو كانت دولة علمانية يكلهمها الاقتصاد والتنمية فقط المفروض يقبلوا هذا العرض لكن هناك شيء أكبر طبعا هناك خطة التوسع ولن يقبلوا بما هو أقل من إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل والأهم هو أن يسيطروا على كل القدس هذه أهم نقطة تحديدا حتى لو قبلوا بجيوب عربية في عدة مناطق لكن القدس كلها يجب أن تكون لهم والأهم هو منطقة الهيكل هدم الأقصى تحديدا وليس بمكان مجاور له الأقصى يهدم ويقام مكانه الهيكل الذي حدث لاحقا أن مبادرة الملك عبد الله تحولت إلى مبادرة القمة العربية كل الجامعة العربية وافقت وياسر عرفات خرج بأسلوبه الخطاب المعروف ليعلن موافقته ودعمه لهذه المبادرة الشجاعة والجريئة لأنه كل هم كان هو أنه يكون رئيس لدولة فلسطين وتأسيس دولة فلسطينية مع طبعا الموافقة على وجود إسرائيل ووافقة حتى قبل ذلك في أسلو وصافة حرابين وإلى آخره هذا كله معروف فتحولت مبادرة الملك عبد الله إلى مبادرة عربية كل الدول العربية تمد يد السلام إلى إسرائيل ونترجاكم أيها اليهود أن توافقوا على السلام معكم وصحيح إحنا حاربناكم زمان وكنا نقول لسنرميكم في البحر لكن إحنا الآن موافقين على وجودكم لكن مقابل أن تنسحبوا فقط من الجولان والأراضي المحتلة في جنوب لبنان وإعادة اللاجئين إلى المناطق اللي ستكون دولة والهيات ضفة وغزة يعني ستكون محشور فيها ملايين البشر حتى يتخلص منهم العرب يعني وليس رحمة بهم ولا حب فيهم طبعا أيضا النقطة الأساسية كما قلنا هي أنه ستكون عاصمة فلسطين هي القدس الشرقية وهكذا يعتبر النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا والدخول في اتفاقية سلام بين الدول العربية وإسرائيل وتحقيق الأمن لجميع دول المنطقة وإنشاء علاقات طبيعية بين كل الدول العربية وإسرائيل سنجد سفارات إسرائيلية في كل العواصم العربية وعلم إسرائيل يرفرف في كل مكان وهكذا تعيش الأجيال القادمة مستقبلا آمنا يسوده الرخاء والاستقرار أنا أقرأ من مبادرة الجامعة العربية طبعا أيضا إسرائيل رفضت وسخرت من كل هذا الكلام هي تريد سلام تريد تطبيع تريد كل شيء ولكن لن تنسحب من أي أراضي احتلتها وطبعا الأهم أن فكرة إعطاء جزء من القدس للعرب والمسلمين هذا مرفوض جذريا هذه أهم نقطة في كل شيء الآن عشان كون منصفين صحيح أنا أرى أن أمريكا هي التي فرضت على الملك عبد الله ثم على الجامعة العربية هذا القرار أو حتى يعني مجرد فكرة أنه يكون هناك تطبيع لكن الأمير بندر بن سلطان اللي كان هو سفير السعودية في واشنطن تلك أيام قبل ثلاث سنوات من الآن خرج في مقابلة على قناة العربية وقال أن الملك عبد الله هو الذي أقنع بوش الابن بذلك هذا كان في بداية حكم بوش وأن الملك عبد الله لما زار بوش الابن في مازرعاته في تكسس وكان معه بندر طبعا بندر أصلا كان صديق شخصي لبوش ولكل العائلة فقال أنه هم الذين يعني اقترحوا على بوش أنه يتبنى حل الدولتين وأنه السعودية موافقة على فكرة التطبيع وبعدها يعني مشاورات فاقتنعوا كان هناك يعني جولات مكوكية عشان حتى يضبطوا يعني البيان كيف سيخرج وكيف سيكر بوش الخطة ويقول أنه في يوم 8 سبتمبر 2001 كانوا مجتمعين ووصلوا إلى نص شبه ما اتفق عليه بعد ثلاثة أيام حدثت أحداث إداع سبتمبر لو قلنا أنه إداع سبتمبر أصلا مؤامرة وبوش الأبن كان يعرف ما الذي سيحدث في ذلك اليوم فالآن تتضح الأمور بشكل أكثر أنه قبل يومين كان مجتمع مع السعوديين أو على الأقل ليس هو ولكن إداعته متفقين على هذه الخطة حدثت أحداث إداع سبتمبر فهنا إذن خطة شاملة لكل المنطقة ولتغييرها ولكن بعدها كما قلنا بعشرين يوم قال نعم أنا موافقة لحل الدولتين لأن السعوديين يقولوا إحنا ليه اقترحنا هذا قبل هذه الأحداث وأن هذه الأحداث اللي كان أصلا معظم منفذيها وعلى رأسهم باللادن هم سعوديون أصلا بغض النظر يعني هم سعوديون ولا من جنسية أخرى لكن طبعا هنا يعني بندر وغيره يحملون المسؤولية على هؤلاء المجرمين الإرهابيين اللي تبرأت منهم السعودية طبعا وأنه لو لم تحدث هذه الأحداث فالخطة كانت ستسير وربما كنا سنعيش الآن في سلام وفي أمان يعني إذا سألتموني عن رأيي في هذا التصريح ربما من الصعب أن أقر ولكن يعني يترجح اندي أنه أمريكا هي التي فرضت هذا على السعودية ثم بقية الجامعة العربية أقرت وكانت خطة الله أعلم هل كان فعلا جورج بوش الأبن فعلا يتحدث بكل جدية على أنه مقر فعلا بفكرة حل الدولتين والهي مجرد شراء للوقت وهل الخلاف اللي كان بينه بين شارون كان حقيقي ولا أيضا مجرد شعارات الله أعلم المهم أنه هذا كله لم يحدث منه شيء لأن ما الذي حدث طبعا بوش الأبن انتهى حكمه وكما قلنا حاول وغير خريطة المنطقة ولم ينجح ولو أنه دمر طبعا العراق للأسف وأدخلها في معمعة حرب طويلة وفي النهاية سلمها للشيعة لإيران المهم أنه مر ثمان سنوات وينتهي حكم جورج بوش الأبن ثم جاء أوباما أيضا وتحدث بنفس الطريقة وأيضا صار على خطأ بوش الأبن وقال نعم أنا موافق على حل الدولتين ثم جاء ترامب أيضا بعد ثمان سنوات من حكم أوباما وما صار أي تقدم ولا حتى صار حتى مفاوضات سلام كما كان يحدث أيام كلينتون على الأقل ما عد في أصلا اجتماعات بين الطرفين حتى بين السلطة وبين حكام إسرائيل ترامب كما نعرف يميني متطرف كان مقرب شخصيا من نتنياهو اللي هو يميني مثله أيضا وكما نعرف أيضا ترامب ما عنده أي شيء له علاقة بالدبلوماسية فورا بقرار سريع وبجرة قلم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس بأنه ما في أي رئيس أمريكي يوافق وحتى اقترب من تنفيذ هذه الخطة لكن تربق ما تفرق معاما أنه هذا القرار أصلا مخالف لقوانين المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة باعتبار أن القدس هي منطقة مفروض تكون محايدة وهي مدينة الديانات الثلاث فعلى الأقل يعني وضعها سيبقى معلقا إلى أن تحل القضية يحل النزاع كله ويحدث سلام ولذلك حتى لو إسرائيل تعتبر أن القدس أو جزء منها أو القدس الغربية هي عاصمتها فهذا غير معترف به في المجتمع الدولي والأمم المتحدة لا تقير به لكن ترامب بكل بساطة وهي الدولة العظمى في العالم نقل للسفارة إلى هناك وهذا يعتبر إقرار وموافقة رسمية من أعظم دولة في العالم وقائدة العالم الحر والدولة التي تقع على أراضيها الأمم المتحدة أنه فعلا القدس هي عاصمة دولة الاحتلال ولو كان الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكل دول العالم لا تقبل بذلك بعد فهذا يعني إجراء غير قانوني وذهبت ابنته إيفانكا وصهرها اليهودي كوشنر ليحتفلوا بفتح السفارة الأمريكية في القدس أيضا ترامب كان راعي لتأسيس المزيد من المستوطنات في الجولان والجولان أيضا تعتبر أراضي محتلة وغير معترف فيها بالأمم المتحدة حتى الآن ونتينياهو من باب التكريم يعني وشكر ترامب سمى المستوطنات مرتفعات أو مستوطنات ترامب ولحد الآن اللوحة موجودة وهالصور موجودة لمن يريد أن يبحث ما الذي حدث أيضا في إيام ترامب كان هناك كلام كثير جدا عن الإعلام عن صفقة القرن لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لكن كما نعرف ترامب يعني ما سمحوله أن يبقى أكثر من أربع سنوات فما استطاع أن يسير أو يقوم بأي خطوة عملية لكن صهر كوشنر قام بجولات مكوكية في المنطقة واجتمع مع كل زعماء الخليج حتى يروج لهذه الخطة وعقد ورشة عمل في البحرين وكانت الصورة مخزية جدا هو واقف على منصة وأمام حكام العرب أو المسؤولين العرب الكبار في الخليج تحديدا جاسين تحت قدمه وهو يحاضر عليهم وهو مجرد مستشار للرئيس الأمريكي طبعا تسرب الكثير من الكلام عن هذه الخطة لكن الأساس فيها أنه سيقبلوا بحل الدولتين والفكرة الجوهرية هنا أنه لن يقبلوا بالتنازل عن القدس ما ننسى كوشنر يهودي ومتدين جدا وهو من الجناح اليميني اليهودي الحريدي الحريديم من جماعة تشاباد أو الحباد أو لوبافيتش هؤلاء أيضا أساس عندهم في عقيدتهم خروج المسيح طبعا هذا موجود عند كل اليهود لكن هؤلاء يعني جدا متطرفين في هذا الأمر والمسيح لن يخرج إلا بهدم الأقصى وإقامة الهيكل هذا شيء أساسي فكوشنر نفسه مؤمن بهذه الفكرة ويسعى لذلك بكل ما لديه من قوة مشروع شخصي له المهم أيضا حكم ترامب انتهى انتهى بشكل سريع ربما لو استمر أربع سنوات كان سيتغير هذا الوضع وجاء بايدن وهو الآن أيضا على وشك الرحيل وغادر أم لا لكن واضح أن بايدن له أولويات أخرى وهي الصين والحرب مع روسيا وأوكرانيا لكن طبعا أكيد قضية فلسطين وإسرائيل من الأولويات الأساسية لكل الحكام وكما رأينا في حكمه يعني موافقة شاملة وضوء أخضر بالمطلق لإسرائيل لإبادة غزة وهذا ما يحدث الآن ونحن نتحدث في هذه اللحظة وإسرائيل في المقابل حتى هذه اللحظة ما زالت تقول أنها مستمرة فيما ستقوم به في غزة واضح أنهم ماشيين مع كل المقاومة لكن يبدو هم مستمرون فعلا في ترحيل أكبر عدد من الناس من غزة أو قتل أكبر عدد منهم طبعا لكن لا نقول أن كل خططهم ستنفذ الله أعلم دائما يعني إرادة الله أقوى منهم ومع ذلك نذكر يعني أنه فكرة أنه نصر الله لأوليائه ليس بالضرورة أنه يطبق في كل الحالات يعني هناك أنبياء قتلوا على يد أعدائهم فالنصر لا يكون في كل حالة على حدة نعم هناك وعد بالنصر الإلهي الكامل والشامل أنه هذا الإسلام لن ينفى أو لن يباد أو لن ينتهي هذا بشكل عام وأنه الأمة نعم تدخل في حالة تذبذب يعني ما بين نصر وهزيمة وفي النهاية سينتصر نحن نعرف أنه في آخر الزمان سيكون هناك نصر هذا مؤكد سيكون هناك مهدي وملاحم آخر الزمان وإلى آخره لكن أيضا في النهاية بعد المهدي وبعد عيسى عليه السلام أيضا سينتصر الكفار ولا تقوم القيامة إلا على الكفار هذا معروف لكن نحن نعرف أنه قبل القيامة هناك مرحلة نصر على الأقل على الأقل واحدة يعني وقد يكون أكثر منها طبعا المهم نحن الآن في هذه الأيام ما الذي يحدث قبل أيام قليلة فقط خرج نتنياهو ليقول بكل صراحة أنه مع كل هذه التنازلات ومع كل هذا الخذلان الذي يقدمه العرب كما رأينا أيضا في حكم ترامب مع أنه كانت حكومة نتنياهو متطرفة يمينية ما قدمت أي تنازلات العرب لكن دولة مهمة مثل الإمارات ودولة أصغر منها وهي البحرين وافقوا على التطبيع بدون أي شيء ما حصلوا على أي شيء في المقابل يعني على الأقل مصر لما وقعت أو الأردن هم أصلا دول مجاورة وفي مكاسب في اتفاقية سلام لأنهم كانوا أصلا في حالة حرب لكن الإمارات إشعلتها بالحرب أصلا مع إسرائيل غير أنها تقدم خدمات اقتصادية لها والأهم أنها تقدم شرعية لوجودها وتطبع فكرة التطبيع مع هؤلاء هذا تطبيع يحدث مع الناس في اللاوع العربي أن هذا أمر مقبول المشكلة هنا ليست في تطبيع هذا الأمر مع شعب الإمارات اللي هو شعب صغير ما احترامنا كله لا هي الفكرة أنه نحن نطبع عبر الإعلام الذي تسيطر على إمبراطورية بن زايد بحيث أنه فكرة التطبيع تحدث في لاوعي المواطن العربي أنه هذا أمر مقبول وبن زايد وسيطر الآن ليس فقط على الوسائل الإعلام التقليدية لديهم أيضا خطة للسيطرة على المؤثرين هؤلاء بيسيطروا على عقول الشباب عبر مواقع التواصل حتى لو كان بيسيطر على البنات اللي بيصوروا فقط محتوى عن المكياج هؤلاء نفسهم لما تشتريهم بالمال وبالإغراءات ويعطوهم إقامة ذهبية في الإمارات فهذا أيضا تطبيع مع لاوعي الشباب الجمهور الصغير الذي يتابع هؤلاء فنعود الآن لما قاله نتنياهو كان يقول أنه لن يقبل أبدا بفكرة حل الدولتين لأنه يبيض غزة ويوجه رسالة واضحة تماما حتى للذين طبعه معه والذين ينتظرون إذنه بأن يطبع معهم على رأسهم السعودية للأسف أنه إحنا ما زلنا مواصلين فكرتنا أنه لابد من السيطرة على هذه المنطقة من البحر إلى النهر هذا المعلن الآن واللي بيخفوه أو يعلنه الناس اللي هم تحت المستوى الأول ليس الكبار من الرؤساء كلام غير الرسمي أنه لن نقبل إلا من النهر إلى النهر من الفرات إلى النيل إسرائيل الكبرى وحتى لو قلنا من النهر إلى البحر يعني القدس جزء من هذه الدولة يعني لن يقبل إلا بهدم الأقصى وإقهامة الهيكل وهذا هو الأساس والآن كلام كثير في الإعلام على استقدام الأبقار الحمراء وانا قلت عنه من زمان وعضون من يومين استعرضت لكم بعض الكتب يعني هي أصلا صادرة من بداية هذا القرن من عشرين سنة تقريبا من تلك الأيام كانوا يقولون أنه هناك فعلا أبقار حمراء يبحثون عنها من هنا وهناك لكن الآن صار الموضوع جدي أكثر ويتحدثون أنه في هذه السنوات القليلة ممكن أن يهدم الأقصى فعلا ولو نجحوا الآن بإبادة غزة وهدمها وإنهاء المقاومة فيها فعلا وهذا ممكن عمليا يعني مع إيماننا بحكمة الله بإرادته ونصره للمؤمنين لكن لما الأمة كلها تتخاذل وما يقوم إلا بضعة آلاف للجهاد فهذا لا يعني أن رب العلمين يعدنا بأن ينصر هؤلاء وإحنا مليار مسلم نائمون الطبيعي جدا أن يبادى هؤلاء ويكسبوا الشهادة ويدخلوا الجنة بالحساب والعذاب إن شاء الله ثم يقع الهزيم علينا نحن نحن الذين بقينا في الحياة ونحن الذين خذلناهم وخذلنا هذه القضية فهذا لا يتعرض مع الإيمان ولا يتعرض مع جاء في النصوص ألا أي حال القضية الآن صارت واضحة هم يريدون الاستمرار في هذه الخطة وماشينا عليها ما نستبعد في أي لحظة نستيقظ ونجد على الأقل ليس اليوم أو بكرة يعني لكن ربما في سنتين أو ثلاثة ونجد أن الأقصى فعلا قد هدم وسيهدم في لحظة طبعا كما حدث في داع سبتمبر قبل ساعات ما كان في شيء كان العالم هادئ واستيقظت نيويورك على هدم برجين على رؤوسهم بكل بساطة ممكن ينفذوا هذا الأمر بتفخيخ الأقصى وتفجيره في لحظة لكن لي يقوموا بهذه الخطة إلا بعد ما ينفذوا على الأقل التطبيع مع السعودية اتفاقية سلام شاملة مع أهم الدول الكبرى طبعا إسرائيل خلص انتهت من سوريا من زمان إذا كنا نعتبر سوريا أصلا مقاومة لكن سوريا انتهت كما نعرف وربما يشغل إيران بقضية ما وأنا كما قلت أكثر مرة أنا أعتبر إيران عدو لإسرائيل نعم وحزب الله متسلح بأسلحة ويمكنها حتى أن تقضي على إسرائيل لكن يبقى إسرائيل لديها السلاح النووي وهذا هو الأهم لكن على أي حال قد تكون هناك بعض الخطوات لتحييد هذه الدول وتحديدا إيران هذا هو الأهم بشغالها بقضية ما بحرب داخلية الله أعلم هذا موضوع يعني قد يصعب التكاهن فيه والأهم طبعا كما قلنا السعودية تحيد باتفاقية سلام وخطة السعودية الآن بشغال شعبها بالترفيه والتنمية ونيوم والقضية الاقتصادية البحتة هذا هو الأهم عندهم أنه خلاص ما عاد يبقى عندكم قضية ولا اهتمام بقضايا الأمة فأنا ما أستبعد أبدا من ناحية عملية وليست هذه مبالغة ولا تفكير بالنظرية المؤامر أنه فعلا قد يحدث هذا الأمر وهدم الأقصى بأي لحظة ما عندنا وعد نحن في أي نص يعني يقول أن الأقصى لن يهدم نعم قد يحدث بعدها يعني وعي وصحوة للأمة هذا لا أستبعده أيضا لكن أتحدث هنا كيف يفكرون هم هم لم يأتوا إلى هذه المنطقة إلا ويخططون لذلك وكانت الفكرة أنه هذا سيكون قبل هذه الأيام التي نعيشها الآن بكثير كان في خطوات تمهيدية فعلا أنه في تلك الفترة سيهدم الأقصى لكن حدث التطورات والموضوع يصعب حصره كما ترون في بضع دقائق المهم أنه يجب أن نفهم وأن نعي أن وجود هؤلاء في هذه المنطقة ليس مجرد جماعة وظيفية كما كان يقول المسير رحمه الله وللأسف زرع هذه الفكرة في عقول جيل كامل الكثير من الإسلاميين إلى ما قبل أشهر فقط كانوا يعتقدون أنه كل هذا مجرد نظرية مؤامرة الآن بدأوا يفهمون كيف ويكتشفون ويرون بأعينهم كيف الغرب هو الذي يلحق هذه الدولة الصغيرة وينفذ أوامرها رأينا أيضا في ديسمبر 2022 قبل سنة من الآن كيف بلينكين الوزير الخارجي الأمريكي اليهودي اللي أصله من أوكرانيا قال في اجتماع أمام أحد الجمعيات اليهودية في أمريكا أنه يرى أن احتمالات حل الدولتين صارت بعيدة ما أنه كما قلنا يعني هذه الإدارة إدارة بايدن امتداد لأوباما وهذا كان يقال من تلك الأيام هم مصرون على حل الدولتين وهو الحل الآن صاروا يقولون بعد عشرين سنة أنه هذا صار مستبعد وكما رأينا الآن مع حرب غزة الكلام صريح جدا على لسان نتنياهو هم مصرون على البقاء في المنطقة والسيطر عليها بشكل كامل ولن يعلنوا بشكل صريح أنهم يريدون الهيكل لكن رأينا بعض الصور التي خرجت الآن أحد الجنود الإسرائيليين يحمل لوحة باللغة العربية ويقول أن تدمير غزة هو الخطوة التي ربما ستكون الأخيرة في اتجاه تنفيذ بناء الهيكل ما المطلوب مننا نحن ليس بيدنا اتخاذ القرار نوعي هذا الجيل القدر المستطاع بهذه القضية نوضح الفكرة الأساسية لم يأتوا إلى هنا لأنهم جماعة وظيفية لخدمة مصالح الاستعمار بل هم الذين يقودون الغرب هم الذين يملكون البنوك هم الذين يطبعون الدولار من يملك الدولار هو الذي يحكم العالم وليس الصين الصين مهما صارت غنية لما كانت هي التي تسيطر على هذه العملة المسيطرة على العالم كله أو حدث انقلاب عالمي في قضية العملات فكل إحلامنا بأن هذا العالم سيتحول من عالم قطبي قطب واحد إلى متعدد الأقطاب يعني ربما سيحدث تغيير جزئي تخف قوة أمريكا والدولار وسطوته جزئيا ولكن ليس بانقلاب كامل كما حدث لمنهار الاتحاد السوفيتي مثلا مدام الدولار مسيطر وموجود كما هو حاله الآن فسيبقى كل شيء على حاله مع تغييرات جزئية بسيطة ولا أقول أن هذا سيبقى إلى الأبد كل شيء قابل للتغيير ليس فقط يعني لو نحن تحركنا وجاءنا نصر الإلهي فقط لأننا مسلمون لكن نقول حتى ربما سيأتي هذا التغيير من الآخرين لكن غالبا سيكون بشيء مختلف عما نراه الآن وحتى لما البعض تفاعل بأن دول بريكس ستؤسس لنظام متعدد الأقطاب ما رأينا أي تغيير ما رأينا حتى بواد لأن دول بريكس فيما بينها هي نفسها مختلفة لكن ربما يعني لو صار هناك تبادل بين في بعض الدول بعملتها بالعملة الصينية بعملة اليورو فيما بينها هذا قد يكون مقدم فعلا لتخفيف سطوة الدولار ثم في النهاية هذا هو الحلم يعني انهيار هذه المنظومة التي تسيطر فيها هذه الطائفة على أمريكا وعلى القرار العالمي وما نسأل أن أمريكا يعني هي ليست مجرد دولة أمريكا لوحدها هي في كفة من ناحية العسكرية وعشر دول كبرى في ناحية أخرى فتخيلوا يعني ليس فقط من ناحية المفاق ولكن من ناحية حجم القوة العسكرية وذكر هنا أيضا بضرورة مشاهدة حلقة المسيحية المتصاهنة قدمناها مع بداية حرب غزة الآن لو عاد ترامب أيضا إلى البيت الأبيض وهذا صار احتمال قوي أيضا أو حتى أي رئيس جمهوري آخر مع أنه خلاص يعني الحزب الجمهوري كله تقريبا صار الآن في يد ترامب فهؤلاء كلهم يفكرون بهذه الطريقة يعني إذا قلنا بايدن أنه أصلا كاثوليكي ولكن لبرالي علماني هو منحاز للصهيونية من ناحية سياسية بحته لكن إذا جاء الحزب الجمهوري وترامب نفسه أو حتى أي واحد جمهوري آخر فهذا سيأتي من ناحية أيضا مصلحية ولأن هناك ضغوط اللوبيات وضغوط من يملك الدولار كما قلنا ويطبعه وأيضا من ناحية دينية يعني الإدارة هنا تفكر بأن مصلحة العالم كله هي أن نحشر هؤلاء اليهود كلهم في هذه المنطقة ونمهد لهدم الأقصى وإنشاء الهيكل حتى تقوم المعركة الكبرى معركة آخر الزمان ويقضى فيها على كل المسلمين وعلى من سيدعمهم على رأسهم روسيا غالبا وسيموت أيضا جزء من اليهود ولكن هنا ستقوم مملكة الألف عام التي سيحكمها المسيح ينتظرون هذا بكل حماس ويسعون إليه وخططهم السياسية تقوم على أساس هذه العقيدة هذا ما شرحناه بالتفصيل في تلك الحلقة فأرجو أن أعود إليها أرجو أيضا أن تدعمونا في هذه الحلقات كل حلقة نرفعها في هذه الفترة وفيها كلمة واحدة عن غزة أو إسرائيل فورا يأتي تقييد عليها حتى قبل أن ننشرها فنحن مضطرون أن نطالبكم مرة أخرى بدعم هذه الحلقات وبنشرها وبالتفاعل معها قدر المستطاع حتى تصل الرسالة إلى الناس شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله